صباح الخير او مساء الخير عليكو اي ان كان الوقت اللي تسمعوا فيه الفيديو اه برحب بكل المشتركين معي في القناة وكمان برحب بالمشتركين الجداد بقولك اهلا وسهلا بيكو وبقولك لو انت لسه جديد واول مرة تسمعنا اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلها في كل جديد اه هنقول مع بعض النهاردة توقعات العاطفية اه لمواليد برج الميزان اه طاقتك في الاول هقولك الطاقة بتاعتك في الاول اه انا شايفة الطاقة بتاعتك في قرار بالانفصاد في قرار بقطع العلاقة اه دي طاقتك انت يعني ممكن الاغلب يكون الانفصال جاي من ناحيت من ناحيتك انت يا برج الميزان اه شايفة في علاقة حب اه ممكن يكون ده سبب الانفصال يعني ممكن تكون يعني دخلت علاقة حب تانية او بتحب حد تاني شايفك بتوزن امورك شايفك اه اه متلقبط في الفترة دي اه بعضكم انعزل وبيفكر كتير جدا في الفترة دي دي من ناحية الطاقة يا برج الميزان. الطاقات اللي موجودة معك في الفترة عشان ما نسيش اه انا شايفة فيه طاقة نارية وطاقة هوائية وطاقة مائية اه وطرابية كل الطاقات موجودة. الابراج اللي موجودة معيك الحمل السرطان الدلم الاسد العزراء. آآ والجادي. كتير كتير ابراج موجودة معك في الكراءة. آآ نبدأ بالكراءة. آآ وضعك انت لوحدك ووضع الشريك لوحده. ووضعك انت انا شايفات منعزل ممكن يكون البعض مسافر او الشريك هو اللي يكون مسافر او تكونوا آآ يعني من آآ يعني بعيدة عن بعض من الجنسيتين مختلفتين آآ لكن في بعض. في بعض في سفر في مسافة. آآ في آآ شايفة في العلاقة الزوجية اللي انا بشوفها حاليا او الطاقة اللي موجودة معي دلوقتي انا شايفة آآ قرار آآ بانهاء علاقة. آآ القرار ده انت متردد فيه. انت مش عارف ازا كان صحة ولا غلط. آآ شايفات كمان يا برج الميزان حذر جدا. آآ وخلوا بالكو ان احيانا بتكون القراءة عكسية. آآ شايفات برج الميزان حذر من ناحية العلاقة اللي انت فيها. مسيطر على مشاعرك بتحاول تسيطر على اعصابك. في امور بالنسبة لك غامضة. او تكون بالنسبة للطرف التاني في حاجات غامضة هو مش عارفها. آآ شايفة كمان آآ انت عامل حساب آآ يعني تعب او بيت البنى او كده يعني مش آآ يعني مش عامل يعني هو ده اللي انت عامل حسابه يعني. لكن انا شايفة ان العلاقة دي كان فيها حب بس الحب ده ما بقاش موجود. في العلاقة دي. في رحيل. آآ في رحيل انت يعني الرحيل ده آآ بعضكم على فكرة ممكن يكون عنده آآ يعني طاقة سلبية حسد آآ آآ سحر آآ يعني فيه طاقة سلبية موجودة في العلاقة الزوجية اللي معايا دي. آآ انت كمان نظرتك للعلاقة آآ يعني انها بتنهار. يعني انت عشان تاخد قرار بالانفصال في كزا كرته قدامي انك تاخد قرار بالانفصال انا شايفة فيها علاقة فعلا بيعني مش آآ مستفسة خالص آآ شايفة فيها مشاكل كتير آآ شايفات كمان بتفكر كتير جدا يعني انت بتحاول تسيطر على اعصابك وبتحاول آآ تزهر بان انت قوي لكن شايفة آآ يعني شايفات كتير بتفكر بثبت وانت نايل بتفكر كتير بشكل العلاقة بتبص كمان احيانا آآ على حاجات انت عملتها في العلاقة دي هتخسرها هتعمل ايه آآ لكن شايفك هتمشي. يعني انا شايفك بتتيب كل حاجة وآآ ونشي. مش مستمر. آآ شوية شايفة قرارك ممكن يكون فيه تهور. يعني ممكن يكون بعضكم القرار اللي هو واغده فيه تهور آآ وممكن يكون آآ تحت تأثير غضب آآ او زعل او حاجة زي كده لان انا شايفة آآ مفيش يعني تفكير آآ تفكير قوي او بالعقل او كده مش شايفة موجود في القراءة انا شايفة حزن شايفة بتفكر كتير متردد بتحاول تسيطر على نفسك آآ آآ بس شايفة متهور في القرار في ان انت تمشي وشايفة آآ غضب شايفة زعل شديد جواك. آآ ده للنسبة من ناحيتك انت وشكلك كمان انت هتستعمل اساليك كتير علشان آآ عشان تعمل موضوع ده عشان انسحبك او عشان تمشي او لو انت كنت قريد انشيت خلاص فانت هتستعمل اساليك كتير عشان تحقق او تنجح اللي انت بتعمله. بالنسبة للطرف التاني. آآ انا شايفاه زيك. يعني هو حاسس آآ حمل تقيل عليه. حاسس بطعوبة في العلاقة. حاسس عنده مسئولية كبيرة هو حاسس بيها. كمان آآ شايفاه آآ يعني كتير بيلجأ لان هو يفكر عايز الموضوع يتم بحكمة او العلاقة تبقى فيها عقل شوية آآ آآ هو عايز بداية جديدة كمان. يعني انا شايفاه هو شايف شكل العلاقة. آآ حاسس كمان ان هو مقيد في العلاقة دي. يعني حاسس بتعب. حاسس ان هو مقيد. آآ فيه امور كتير غامضة بنسباله مش واضحاله. فهو تعبين كمان في العلاقة دي وحاسس انه عنده حمل كبير قوي فيها. وآآ خايف يتهور او ياخد قرار. او مش قادر ان هو ياخد قرار لكن هو عايز بداية جديدة. آآ على فكرة بعضكم هيكون هو الشريك ممكن اللي عايز الانفصال وعايز بداية جديدة. عايز ينطلق. عايز حرية. يعني عايز يتحرر. مش آآ هو حاسس ان هو مقيد. وهنا في الزفول هو عايز يتحرر من من التقايد ده. وعايز بداية جديدة. النصيحة ليك بنسبالك للمتزوجين من برج الميزان. آآ انا شايف ان العلاقة دي ممكن يكون فيه اشخاص تانية بتتدخل فيها. لو العلاقة الزوجية دي فيه اشخاص تانية بتدخل فيها يعني آآ يعني هنا الطارب ينصحك. انك لازم تفكر. وان تفكيرك يكون انت واسرتك. وان آآ ما يدخلش اي اطراف خارجية في العلاقة. الا كمان لو يكون بينتحق العلاقة الثلاثية آآ ممكن تكون هي سبب آآ يعني سبب آآ الخسارة في العلاقة في العلاقة دي او آآ او فشل العلاقة دي او او المشاكل اللي بتحصل في العلاقة دي. او هتكون كمان لو استمرت هتكون سبب في انهاء العلاقة دي تماما. العلاقة الثلاثية لو برج الميزان موجود في علاقة ثلاثية. آآ عشان تقدر توصل آآ يعني لحل يوصل للعلاقة للكارف ده. يعني لو انت عايز العلاقة التمر وانت عايز تطور فيها او عايزها للاحسن او ان انت تكون مبسوط او صعيد في العلاقة. آآ حاول تفكر بشكل سليم. حاول ما ولو في لو موجود في علاقة ثلاثية يبقى قرارك انك تنهي العلاقة اللي انت موجود فيها تماما او تنهي العلاقة الثلاثية تماما. علشان انت كده آآ حيرة. يعني حيرة انا شايفة قرار اللي قدني فيها حيرة كتير. آآ بالذات ان انت كمان في عندك العلاقة سواء اللي انت موجود فيها دي آآ او اللي انت راح لا انت بتحس ان انت في علاقة قدرية. يعني انت بتحس انك في حاجة آآ هي ده نصيبك. بس انت مش عايز كده. او الطرف التاني مش عايز كده. كتير بتوازن امورك. كتير محتار. بتفكر آآ في حاجة انت مش عارف تجيبها ازاي. حاجة انت بتفكر فيها كتير. فنفس الوقت انت خايف من خسارة. مش خسارة مادية بالمعنى. لكن بيت وقسرة وحياة. فانت بسس لحاجات كتير انت عملتها في العلاقة. آآ خايف تخسرها. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. دي كانت الكراقة العاطسية بالنسبة للمتزوجين. ودي كانت النصيحة بتاعتكم. اتمنى ديكم التوفيق والسعادة. والوصول لقرارات تليمة بازن الله. ما تنسوش اللايك والشير والسبب كرايب. عندي مفاجآت كتير جدا. هنعملها في المرحلة اللي جاية في القناة ان شاء الله. نروح للمنفصلين والغير والمطلقين من آآ برج النزاني. المطلقين والمنفصلين من برج النزان. آآ الكراقة هتكون عبارة عن ماضي حاضر مستقبل. آآ تفكير الطرف التاني لو انت عايز تعرف ايه اللي بتفكيره عشان لو عايز رجوع او كده. والنصيحة بتاعتك. الطاقة الاول الموجودة بتاعتك. الزتاور. آآ البرج. آآ فدي يعني طاقة الانفصال فعلا او آآ او دي هدم علاقة. رغم ان انا شايفة قدامي آآ في علاقات لسه ما تمش فيها طلاقة. آآ اللي ورا كده ان بعضكم آآ يعني بالفعل بعد الهدم ده آآ استدى يعني يبصل قدام يركز في نفسه او في حياته او في المستقبله. ممكن يكون كمان البعض راح لعلاقة آآ جديدة. انا شايفة هنا في بعضكم راح لعلاقة او استدى في علاقة جديدة بعد كل ده. المنفصلين الماضي بتاعك انا شايفة بعضكم آآ يعني كنت في علاقة فيها تدخل من اشخاص كمان. او تكون الانفصال كان بسبب علاقة ثلاثية آآ شايفة القراءة ممكن تكون عكسية عشان تكونوا عارفين. آآ كان في علاقة ثلاثية شايفة طرف آآ آآ ندمين على خسارة زعلين على حاجات كتير عملها وما جابتش نتيجة آآ آآ شايفة علاقة حب. ممكن يكون آآ بعضكم مسافر في سفر لكن بالنسبة للمنفصلين والمطلقين انا شايفة فيه نسبة رجوع. يعني فيه رجوع ممكن يحصل آآ العلاقة من الماضي. آآ شايفك آآ يعني بتبط على العلاقة كتير آآ كنت مسلا عايد تحافظ عليها عايز آآ برضو العلاقة دي الدوجية دي او قبل الانفصال كان فيها غموض كان فيها كلام حاد حصل كتير آآ كنت حاسس فيها انك مقيد وانك مش آآ مش عارف تعمل اي حاجة في آآ في حياتك في وضعك في ظروفك آآ حزين دايما حاسس بخسارة يعني انا شايفك كنت في وضع سيء جدا فيه لغبطة كتير آآ نوعا ما آآ ممكن اقول ان انت كليك دور في يعني انت كنت يعني ممكن اقول عليه ايه ممكن كنت سلبي شوية في العلاقة يعني شيتيك آآ يعني مش آآ مفيش حماس يعني ما بين يا سلبي او حزين او مش بتتكلم او متهور ومنفعل وغضبان يعني ما بين كده وما بين كده فيه غموض ممكن ده اللي كان كتير بيوطرك او بيوطر الصرف التاني سبب ان في حاجات هو مش عارفها آآ بالنسبة للحاضر آآ انا شايفة بعضوكم فعلا فيه علاقة حب آآ بعضوكم انها يعني خرج من الماضي تماما الماضي ميت بالنسبة له آآ حاسس ان هو في وضع راحة واستقرار وآآ حاسس ان هو سعيد ممكن يكون متقدم لك عرض حب يا برج الميزان او هيتقدم لك عرض حب آآ انت حاسس يعني يعني بالذات لو انت واحدة ستة يعني في برج الميزان آآ انا شايفاكي آآ وكأنك شايفة نفتك في احسن حالاتك يعني شايفة نفتك آآ حالتك كويسة آآ وضعك احسن انا شايفة وضعك الحاضر آآ يعني احسن كتير من الوضع في الماضي ده بالنسبة للوضع الحاضر آآ لكن بالنسبة لبرج الميزان نخلي بالنا آآ يعني من علاقات آآ يعني من حد يضحك علينا علاقات آآ من غير زواج آآ يعني علاقات آآ آآ يعني يكون في آآ آآ هوا ونفس واسوسة والحاجات دي من ناحية علاقات او من ناحية التواصل او من ناحية كلام مع اشخاص لان انا شايفة هنا في كده كتير رغم ان انا شايفة برج الميزان سعيد جدا مرتاح آآ عندك هدوء نفسي واستقرار نفسي لكن احجر آآ من بعض الحبساء في الفترة اللي انت فيها دي لكن انت سعيد وداخل كمان على حاجة سعيدة يا برج الميزان آآ المستقبل بازن الله انا شايفة آآ يعني عايز تكون حر عايز تكون منطلق آآ بتقفل على نفسك اي اي يعني مشاعر او اي ارتباط مثلا لو حد كلمت في حب حد كلمت في ارتباط انت في كل الكروت مسيطر على نفسك على مشاعرك آآ آآ عايز تعيش كده يعني عايز تعيش حر او عايز تكون في علاقة بس بحريتك مش عايز تكون آآ مقيد خالص لان يعني الظاهر انك انت التقيد اللي كنت موجود فيه في الماضي ده التقيد والحزن والزعل الكتير اللي كان في المرحلة اللي ساتت انت اتعقدت منه شايتك هنا بالدفع عن نفسك هنا انت واقض حذر عايز تكون آآ منطلق اكتر في حياتك او تحب بحرية اكتر او تختار آآ زي ما انت عايز يعني ما يكونش حد آآ يعني ليه ليه كلمة عليك في الاختيار بتاعك انت عايز تعمل حاجة انت اللي عايزها وفي نفس الوقت ما تظلمش حد ده تذكيرة في المستقبل واللي انا شايتاه كمان انك هتقدر تعمل ده هتبعد عن اي حاجة شايتك بتبعد تماما عن اي حاجة ممكن تدايقك ممكن تأثر عليك او على تفكيرك آآ يعني كثير تفكيرك في تحرر آآ في آآ في تغيير في تغيير جزري مش تحرر بس في تغيير من كل حاجة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله الصرف الثاني بيفكر ازاي او دماغه فيها ايه من ناحيتنا انا شايفة الصرف الثاني يا برج الميزان عنده حب ليك في حب في حب وحب كبير جزا آآ حاسس ان هو مخدوع يعني حاسس ان انت خدعته حاسس ان انت سيته من ذلك سبب آآ كتير بيفكر او يكون بيستشفي من العلاقة حاليا يعني هو حاس ان هو يعني اطعم كتير في العلاقة او اتجرح كتير في العلاقة دي لسه بيبص على الماضي شريك بتاعك يا برج الميزان لسه بيبص على الماضي لسه بيفكر فيك آآ لسه مستني منك تواصل او مستني ان انت آآ تتكلم معاه او تبدأ معاه عنده حيرة حاسس ان هو مخدوع في حب دي ده من ناحية الطرف الثاني آآ بالنسبة للمطلقين والمنفصلين النصيحة بتاعتك يا برج الميزان آآ يعني تذكيرك صح آآ يعني نصحتك انك انت اولا آآ ما تتصرعش في علاقات دي اول حاجة اول حاجة انت ما تتصرعش في علاقات ممكن دي زي اللي شفنيها ممكن تكون انت في الوقت الحاضر آآ انت كويس مرتاح وضعك مستقر آآ كتير منكو بالنسبة لي الماضي مات آآ حاجات كده يعني عندك فعادة في انتظارك آآ بس ممكن تكون بتتواصل او بتتكلم او في علاقة حب هي ممكن تكون مستطقة للبعض منكو اكيد مش ليكو كلكو آآ هي مستطقة او فيها نوع من انواع الخبط او آآ او فيها اغراض معينة مش آآ آآ مش بريئة يعني. فهينا برضو في النصيحة بتاعتك انك تحاول ما تتصرعش في العلاقات او في الارتباط آآ لازم تفكر كويس آآ قدر نفتك وشوفها بالشكل الصح انت كويس آآ تستحق آآ يعني آآ انت قدامك فرحة كمان قريب واحتفال وبيقولك ان انت تستحق كده آآ عندك كمان امنية آآ انك تسعى علشان تحققها او تكون انت بالفعل تسعى علشان تحقق الامنية اللي اللي عندك دي او اللي انت بتفكر فيها في امنية كبيرة عندك عايز تحققها وآآ بيقولك اسعى ليها الامنية موجودة وهتتحقق ان شاء الله ده كان بالنسبة للمطلقين والمنفصلين لكن انا ما شفتش عشان اللي هيسألني ما شفتش فيه ارتباط في الوقت القريب يعني ما فيش ارتباط الا البعض انا شايفة بعضكم فيه ارتباط هو في ارتباط فعلا حاليا او بيعيش قصة حب او علاقة حب آآ آآ بعضكم يخلي بالو وبعضكم فيه علاقة فيها سعادة وفيها استقرار وبعضكم فيه رجوع من الماضي الطاقات اللي موجودة معي في القراءة قبل منسى آآ الطاقة النارية معيكم كتير الهوائية زيكم الطاقة المائية آآ طاقة ترابية بسيط الابراج اللي موجودة موجود معك برج الاسد الجادي آآ ابدالو الحوت الميزان السرطان آآ العقرب يعني هي دي والعزراء آآ دي الابراج اللي موجودة معيك او لاناش قدرت اشوفها حاليا لكن كل الطاقات آآ موجودة معك في القراءة آآ حظ سعيد وموفق للجميع ان شاء الله ونروح للعزبين والغير المرتبطين من برج الميزان في النسبة للعزبين والغير المرتبطين آآ طاقة في الشهر ده برج الميزان انا شايفك آآ يعني آآ بتحت في المقصود آآ في حاجة جديدة عملتها او ممكن يكون بعضوكو داخل في علاقة جديدة او في حالة خب آآ لكن شايفة اللي بعد كده تباعد آآ وعلاقة ثلاثية مش عارفة برج الميزان طاقتكم النهاردة معي فيها كتير علاقة ثلاثية كلكم التزاوجين والمطلقين والعزبين الطاقة بتاعتك في الماضي انا شايفة في علاقة ثلاثية ممكن تكون انت اللي كنت في علاقة ثلاثية او دخلت مع حد آآ في علاقة هو عنده طرف تاني آآ بس انا شايفة انك في الماضي كنت في علاقة كنت مقصود بها جدا سعيد آآ حاسس بنفسك حاسس آآ يعني 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 اسعت حاجة في الدنيا يعني كنت واحد وضع للدسال آآ كنت حاسس ان هي علاقة مناسبة ليك بس العلاقة فجأة دخل فيها طرف ثالث او انت اكتشفت ان انت طرف ثالث او في طرف ثالث آآ كل الحاجات الاولى دي آآ اتقلبت آآ شايفة شايفة كمان علاقة كان فيها مشاكل كتير جدا لكن العلاقة فيها حب يعني كان فيها حب وفيها حب قوي يعني كل كروة الحب موجودة يعني كان فيها حب وحب كبير كمان وآآ كان فيها توازن وفيها تناغم انت حاسس بانتك حاسس بنفسك فيها حاسس كمان ان دي آآ تنفع علاقة تكون الزواج او تكون الاستقرار يعني انا شايفة كل تفكيرك في الماضي في العلاقة ان هي علاقة صويسة ومصالحة وتنفع زواج وحب والاستقرار واصفال وكل حاجة لكن فيها مشاكل او فيها تدخل من اشخاص وفيها طرف تالث عند البعض آآ الحاضر بتاعت آآ انا شايفك آآ حاليا انت صابر على حاجة في حاجة مستنيها او حاجة مستني النتيجة بتاعتها انت في حاجة صابر عليها آآ كمان فيه عندك كتير آآ تفكير في ناحية مادية تفكير كتير جدا في ناحية مادية او استقرارك الماضي او آآ ان تعطيلك عن الارتباط او عن الحياة انت طبق زروف مادية يعني انا شايفة مسيطر عليك في الحاضر الناحية المادية جدا التقاطي اللي موجودة معك في الكراءة انا شايفة المائية الهوائية والنارية والترابية كل التقاطيات موجودة والابراج جي معك الاسد العزراء الميزان ممكن بعضكم بيحب حد من نفس البرج آآ الجوزاء آآ قلنا الاسد موجود آآ دي التقاطي ودي الابراج اللي موجودة معك في الكراءة آآ انا شايفةك في الحاضر انت كتير بتفكر في موضوع المادة بتحاول تسيطر على موقف انت بالفعل موجود فيه بعضكم حاسز بظلم عايز ينتصر على حاجة آآ يعني في حاجة كمان انت مستني النسيجة بتاعتها في حاجة بالنسبالك هي اهم حاجة يعني هي اللي هتغير حياتك كلها وانت مستني النسيجة بتاعتها آآ الحاجة دي ان شاء الله انا شايفةها هتتحقق قريب آآ عندك كمان استقرار مادي واستقرار عاطفي في الوقت القريب ان شاء الله آآ آآ شايفة بعض ممكن بعضكم انفصل عن حبيبه حالين آآ شايفة بعضه شايفك حذر شوية أو الحبيب هو اللي يكون حذر شوية آآ شايفك في المستقبل آآ يعني كتير هتبقى زكي وشاطر وناصح يعني انت زكي يا برج الميزان آآ لكن هتكون عندك آآ يعني آآ هو بصه هو كده كده العام ده عم تغيير انا شفتك انت وبرج السور وبرج يعني كزا برج في عنده تغيير جزري في شخصيته انت المستقبل بتاعك آآ هتكون حذر شوية هتخلي بالك لان انت في الماضي بالنسبة للعزبين ونظر المرتبطين انت الجرحت كتير خطط عنات كتير اتغادر بك كتير مش مش هتقدم حبك لاي حد آآ كمان خلي بالك في المستقبل من آآ خداع او سرقة او آآ او احتيال بالذات في مشاعرك لان احنا هنا بنتكلم عن العاطفة اي اي عرض حب يتقدم لك في الفترة اللي جاية حاول تفكر فيه كويس جدا يعني فكر بعقلك وما تفكرش بقلبك في الفترة اللي جاية آآ او ازن بين الاتنين لكن آآ اي عرض حب يتقدم لك فكر فيه كويس وما تقدمش فيه حاجة غير بعد ما تشوف العرض ده مناسب ليك وتحبه او يعجبك ولا لأ آآ كمان عشان تقدر توصل لعلاقة حب نجحة آآ في المستقبل انا شايتك شوية من وقت للتاني هتكون بالبصع الماضي هتكون حاسس بخسارة لأ حاول تخرج من شعور الماضي والخسارة علشان تنتقل لمرحلة جديدة لان انت عندك مرحلة جديدة في يعني في الوقت اللي جاي او في الفترة اللي جاية ان شاء الله آآ في عرض حاليا بتتقدم لك او ناس حواليك او معجبين لكن انت لا شبه مشواخت بالك لبعضكم في تسكير شوية في حاجات ثانية او في الماضي لسه آآ النصيحة بتاعتك حاول توزن امورك حاول تكون عادل انت برج النزان طبعا عادل عندك برج الكوت كمان معاك يا برج النزان آآ وبرج الصور آآ آآ يعني حب النصيحة بتاعتك بتقول لك حب آآ بس ما تقيتش نفسك آآ ما ما توصلش لدرجة الخسارة آآ حاول تخلي يعني الامبراطورة آآ تكون في الوضع ده يعني وانت بتحب ما ما توصلش لدرجة البهدلة او ان انت تتنازل او ان انت آآ تعمل حاجات انت ما ينفعش تعملها لأ ليش حريتك حاول توازن في تفكيرك بين قلبك وعقلك آآ عندك علاقة حب جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله ولو مش موجود ولو انت في علاقة حب هي العلاقة دي طول ميت آآ يعني هي علاقة حب ان شاء الله شايفها ابدية شايفة فيها نجاح اللي ما عندهوش آآ يخلي باله آآ هو هيجي له علاقة حب كويسة ويخلي باله من العروض اللي فيها آآ غشة او خضاع او كده في الفترة اللي تخلي بالك وبيقولك انك تفكر بعقلك قبل علاقتي. ده بالنسبة للعزبين والغير مرتبطين. آآ شكرا للمتابعة برج النزان.